بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تفضل على الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم وتولى حفظه بنفسه من تحريف وتغيير المبطلين فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافزون واختص بذلك الحفز عددا من عباده فجعل صدوره أوعية لكتابه المبين فقال أز من قائل ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير والصلاة والسلام على سيد الورى وإمام الحفاظ والمقرئين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وتاني بارنا الله 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 يا الله يا موت رحمة الله 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 يا الله يا موت رحمة غرغر سنفته ونبانتني بيتا نبرسي سيقرآن يا موت موتوتا فاينججيرم دستور أمتا دي مغغان كامل كوريشا مسلم توتا أحوة اي نو معدو فا أو درابونتا أحوة اي نو معدو فا أو درابونتا مركز خو مركز خو مركز الخو أو درابونتا أو درابونتا شكرا